في السياق أكد السيد مارتن شونغرينغ الأمين العام للاتحاد البرلماني الدولي في تصريح خاص لمركز الأخبار بمناسبة زيارته لمملكة البحرين للمشاركة في أعمال اجتماعات الجمعية العامة للاتحاد البرلماني أن البحرين باستضافتها اجتماعات الجمعية العامة السادسة والأربعين بعد المئة للاتحاد البرلماني الدولي ستكون عاصمة البرلمانات من جميع أنحاء العالم يسعدني أن أعود إلى المنامة وكما تعلمون أنا هنا بمناسبة اجتماعات الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي الذي تستطيفه مملكة البحرين لأول مرة إنه حدث مهم بالنسبة لنا وللبحرين سيكون أكثر من 1700 مشارك على مدار الأيام المقبلة لمناقشة القضايا المدرجة على جدل الأعمال العالمي لذا ستكون مملكة البحرين عاصمة البرلمانات من جميع أنحاء العالم وأعتقد أن هذا التجمع سيوفر الفرصة للبرلمانات من جميع أنحاء العالم لتبادل الخبرات حول التحديات العالمية التي نواجهها اليوم كما أشار الأمين العام للاتحاد البرلماني الدولي في تصريح خاص لمركز الأخبار لأن الاجتماعات التي ستعقد في مملكة البحرين ستناقش العديد من القضايا ومن أهمها القضايا المتعلقة بالجرائم الإلكترونية والشباب والمرأة والبيئة للخروج بحلول وتوصيات حول جميع المتغيرات الحالية ستكون هنا اجتماعات عامة بمشاركة متحدثين من كافة الدول الأعضاء في الاتحاد البرلماني الدولي على أرض مملكة البحرين لمناقشة العديد من القضايا المهمة والمتعلقة بنا ومن أبرزها التي تتعلق بالجرائم الإلكترونية والشباب والمرأة بالإضافة إلى التحول الرغمي وأعتقد أن هذه الاجتماعات قنية بالمعلومات والحلول حول جميع المتغيرات الحالية وعلى رأسها البيئية ي trivia ترجمة نانسي قسوة ترجمة نانسي قنقر